السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إلى فيديو جديد في الوحدة الثالثة الانفرامون جيوي مكوين للكتور التكست تحت عنوان إذن كالعادة قبل مبدو الأسئلة ديال أفضل إكوت أدن حاولو ننحظ شوية الصورة مع الثالثة الثالثة ثم نبدأ بالإجابة على السئلة donc la première question quel est l'animal représenté sur l'image يعني ما هو الحيوان الممثل على الصورة l'animal représenté sur l'image est la chèvre la chèvre هي المائز deuxième question quelle est la couleur de cette chèvre يعني ما لون هذه على هذا المائز alors on dit elle est de couleur blanche يعني لونها أبيض 3 3 à quoi cette image te fait tell pensée يعني بماذا تذكرك هذه الصورة on peut dire cette image me fait penser à la compagne ou bien aux animaux etc يعني هذه الصورة كتفكرني كتفكرني بالقارية أو لا بالحيوانات هذا يبقى سؤال مفتوح يعني ممكن جوب بيش مبريته la question 4 quel est le titre de ce texte يعني ما هو عنوان هذا النص إذن سؤال سهل عنوان كتف توان كتفر 대해 조 أocr كذلك الكثير كل ٢ يا صديقي M. Seguin avait derrière sa maison un clou en tori de bipine. Il avait attaché la petite chivre à un pieu, au plus bel endroit du près, en ayant bien soin de lui lisser beaucoup de cordes. Mais un jour, il se dit en regardant la montagne, « Comme on doit être bien là-haut. Quel plaisir de gambader dans la bruyère sans cette maudite linge qui vous écourche le cou. » À partir de ce moment, l'herbe du clou lui parut fade. Elle migrait. Son lit se fit rare. C'était pitié de l'avoir tirée tout le jour sur sa linge. La tête tournait du côté de la montagne en faisant « Mais… » tristement. M. Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais elle ne savait pas ce que c'était. X-trait des lettres de Montmoulin, recueil de Comte, Alphonse Dodi, 1866 et d'un texte qui est d'un texte qui est d'un texte de la maudite de M. Seguin. Ou « Quelle était jolie la petite chèvre de M. Seguin ? » « La petite chèvre de M. Seguin. » « C'est un chouin noir et la petite chèvre de M. Seguin noir et l'ouiseur. » « C'est un chouin noir et la petite chèvre de M. Seguin noir et l'ouiseur. » من زيبه. إيسي لانبوال بلان ومع واباريها الطاويب. لعنا الوابار هو الشعر ديالها أو الريش ديالها. كالوي فزي او بلاند. لما او بلاند ارا عندكم شروحة في سفحة سبعة وشبهين قالك باردسو او لانبوانتون. يعني هاد اللي بوال ديالها هاد الوابار ديالها كيعتليها واحد الشكل بحال اللبسة واحد المعتاف طاويل. او بوال دوسيل كاريساند سليسان تخير سنبوجه يعني هاد المعيزة مطيعة وا حنونا سليسان تخير سنبوجه كاتر لراسة يعني تحلبا من غير متحرك سليسان تخير سنبوجه 100متر سنبيه دون لكويل يعني كذلك مكتوضح لأرجل ديالها بلا ما توضح لأرجل ديالها فدك لقيتح اللي كنعم روفي الحالب. ان امور ديالها محبوب هاد المعيزة. موسيو سوغان افضل ديرير سا ميزو ان كلو انتوري دو بيپن يعني خلفة منزل سييد سوغان كان هناك واحد سياج محاط بواحد الزهر اللي اسمتها لو بيپن. انه كان يربطها بواحد الواتد يعني كان يربطها بواحد الواتد. وفي اجمل مكان في هذا المرج. ان نعيون بيان سوان دلوي لسي بوكو دو كورت وكان يتركوا لها يعني حبلا طويلا. يعني ما كيربطها بحبل قصير باش يخليها تسرح في هذا المرج هذا. مي انجور. انه سودي ان رغار دون لامونطاني. فواحد النهار قالت لنفسها وهي تنظروا إلى جبل. كم ان دواتي تخو بيان له كيف ساكون سعيدة هناك في الاعلى. كالبليزير دو غمبادة دون لابغيير. سان ساتمو ديطلانج كي بوزيكورش لوكو. يعني كمسا أمرح في هذا المرعة من دوني هذا الحبل اللعين. الذي يعني يقطع او لا يقطع عنقه. يعني انطلاقا من هذه اللحظة كان يبدو لها عشب هذا المرج او لهذا المرعة بدون ذوق بدون نكهة. يعني ليس له مذاق او لا مرير. المغرة إنها تضعف وتنحل يعني صارت ضعيفة. صنلي سفي غار. حالبوها بدأ ينقص. سيتي بتيه دو لعوار تغي تولو جور سالانج. يعني كان موثير للشفقة. رؤيتوها طيلة اليوم. وهي تجذبو حبلها. لا تتطورني دو كوته دو للمنتاني. ورأسوها يعني في ينظروا إلى هذا الجبل. انفزان ماي وهي يعني تصدرو صوتها الذي تصدروه أو لا يصدروه المعيز. تصدرو هذا الصوت بحزن. موسيو سوغان ساپرسوه بيان كو سا شيفر اعوي كالكو شوز. يعني سييد سوغان رأى أو للاحظة بيانا. يعني مايزه قد أصابهو شيء. ولكن أخبرتهم من أن لا يعلمون. ولكن لا يعلمهم مايه. يعني مايفهمش مايعرش نبيه. دهبرة دين دولي كسيلي 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 تصدرت ناس سوالة أول كودإكريتن دم لتكشفي عرا إلناسي. إن جوبر ديكول on décrit سيد سيد موسيو سوگا deuxième question كمم لشيفة موسيو سوگا اتتال كيف كانت ما از سييد سوگا كم نخيل الناس في البداية يتعل الناس كم إلتال كم إلتال جولي كم إلتال كم إلتال كم إلتال جميل la question 3 كم إلتال 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 عنديالو مخططة سنك لماذا كانت هذا المعيز محبوبا لهذه الدرجة نك لاغيبانس دوسيل اي كارسان جنا حيث كانت مطيعة وكانت حانونا يعني رقيقة سيس او موسيو سيگن اتلاتشي سا شیب اينا كانت يربیتو هاد المعيز دانک شفنا فنس دانک گونا اينا كانت اتلاتشي ام پیو دانز ام پری دریاق لاميزان كانت يربیتو ها اندواتد فوحد المرج خلف المنزل لاغيستيون ست پورکوالا شیبه دمسیو سوگن اتلاتشي مغر اتلاتشي یعني لیماذا سار هاد المعيزو یعني حزینن ونحیلن دانک لاغيبانس پرس که لاغيبانس دان لاغيیر دان لاغيیر دان لاغيان سان لاغيش انا ها كانت توریدو ان تمراحا و تلعبا في قيمة الجبل بدوني حبلها جلي اجیقری جو کمیلو الجدول الان دانک لاغيش دول انه تیتر دو تکست یعني اعنوان ناس لاغيبانس ای تیپ دو تکست یعني نوع اعنس بان سبال لاغيش دو تکست انه لاغيبانس لاغيبانس سوگن لتور الكاتب هو الفنس دودك نوع هذا النس يعني ما هو الفنس الى طوال تكسد يحددنا ملتكسد يصدر يعني نس وصف لأننا نسفو فيه هذا المعيز ب جيكري او فراز ربي طيقير نسفو فيه اللي صبو نسفو فيه Wallابابيش ديشفي اللي صبو المعيز لكيبوى يعني نلتبوت لتاديه لجومل واحدا نسفو فيها لسابو يعني الهاوافير يعني الهاد المائز تانيا لباربش يعني لحيا يعني يعني لباربش يعني يعني لباربش يعني le caractère يعني سولوك يعني 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 Alors pour la première phrase où on décrit les sabots on peut dire les petits sabots de la chèvre étaient noirs et luisants يعني الهاوافير الصغير de la chèvre étaient noirs et luisants كانت سوداء والامع يعني يعني كانت لسابو de la chèvre concernant la phrase ب ou bien la phrase د on peut dire il avait une langue barbiche blanche يعني كانت لديها لحيا طويل وبيضاء pour la troisième phrase concernant le caractère de la chèvre donc on peut dire il est docile caressant sur le son trèvre يعني c'est ce que j'ai dit j'ai dit dans le texte j'enriché molexique يعني qu'il est docile qu'il est docile par dessus ou bien long montant يعني معطف طويل ou la kabir puis pièce de bois qui pointe par debout qui qui économ pour à divers usage يعni guère qu'un c'est de chèvre qui est qu'un d'un de d'un 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 long long cord long 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 cord long 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 يعني القيام بالقفزات أو المرح. إذن وصلنا لناية هذه الحصة. شكرا على المتابعة وإلى موعد آخر إن شاء الله. شكرا على المتابعة.